إذن هل واشنطن فعلا عازمة كما تردد كما قالت سي أن أن الليلة ورويترز على إطلاق مبادرة لوقف الحرب بين لبنان وإسرائيل فورا وهل إدارة الرئيس بايدن متحمسة لوقف الحرب في غزة وفي لبنان قبل الدخول الجدي في الانتخابات الأمريكية برأيك حسنا إن هذه الحرب ليست جيدة لأي من الأطراف والولايات المتحدة الأمريكية لا تحب ولا تود أن يكون هناك حربا لأنها تؤثر بشكل كبير على الجميع وبالنسبة للحكومة الأمريكية فهي تعلم تداعيات هذه الحرب والكل يعلم إن الكارثة التي حدثت في غزة استمرت لمدة عام والآن لا نريد أن يحدث ذلك مرة أخرى في لبنان هذا هو الواقع إن واشنطن لديها تأثير على الجميع ولكن السؤال إلى أي مدى هذا التأثير له تأثير على نتنياهو وهل يستمع نتنياهو للجميع وماذا عن حزب الله هل حزب الله نفسه سيسمع لأي أحد إنهم لن يسمعوا إلى أحد هذا هو الواقع إننا علينا أن ننظر إلى الأمر بشكل واقعي إن إسرائيل تريد أن ترجع الجمهور والسكان مرة أخرى ولكن حزب الله لن يسمع بذلك هذا هو الموقف ولكن دعني أقول أن كلا الطرفين ليس على حق وما هي الضمانات هل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على أحد هل سيتوقف حزب الله عن إطلاق السواريخ كل ذلك ما زال يلوح بالأفق وعلى الأقل طيب شيد العزيز لو سمحت سمحني بالمقاطعة الأمر يتعلق أيضا بأحد أشكاله بالعلاقة بين واشنطن وإيران هناك بيت القصيد الأساسي هل تعتقد أن إدارة بايدن ستذهب إلى صفقة مع إيران وإنهاء هذه الحرب أم أن الأمر مازال بعيد المنال وأنه لا يمكن انتظار أي شيء من هذا القبيل قبل نهاية هذه الولاية داني أقول أن القصة التي تخص هذا الأمر تتعلق بالإدارة الأمريكية الديمقراطية والتي قد وصلت إلى لا شيء إنها تعلم أن إيران تعتبر أحد الأنظمة المستبدة في المنطقة ولديها الكثير من الأزرع ومن حماس وحزب الله والحوثيون في اليمن لذلك أنا لا أعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك صفقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران إن إدارة بايدن تعلم جيدا إيران وتعلم تفكير إيران وكان هناك بعض المحاولات من أجل الوصول إلى صفقة بينهما ولكن فشلت ولما جاء ترامب قد أطاح بكل شيء أما الآن فإنه سيكون هناك إدارة جديدة بعد أشهر معدودة وسيتخلى بايدن عن هذا الأمر لذلك فإننا سنرى هاريس أو ترامب على سدة الحكم لذلك فإننا سنرى الذي سيحدث ليس هناك أفق أو توقع بأن شيئا جيدا سيحدث ولكن بايدن يحاول أن يترك البيت الأبيض ببعض النجاح في هذه المنطقة في الشرق الأوسط هو يحاول أن يقف إطلاق النار قدر المستطاع ولكنه طبعا لم ينجح حتى الآن ولكنه لم ينجح حتى الآن